أهلاً بكم في جعفر توك مع جعفر عبد الكريم أهلاً وسهلاً بكم الاختلاف بداية الحوار وحوار اليوم عن الوضع في مصر من ناحية مشاريع اقتصادية جديدة وحكومة تقول أنها توفر العمل للشباب ومن ناحية أخرى مئات الشباب نازلوا يوم الجمعة إلى الشوارع ليقولوا ارحل يا سيسي يشتكون من الفساد من الفقر والتضييق على الحريات لذلك سؤالي اليوم هو هل هذه الاحتجاجات ستؤدي إلى ثورة جديدة إذن هذا هو سؤالي وطبعاً سعيد أن نرحب بديوفي ولكن قبل أن نرحب بديوفي سعيد أن نرحب بكم اليوم لتشاركون الحوار وأنتم دائماً جزء من الحوار على العنوين التي تظهر على أسفل الشاشة إذن شاركون الحوار ونبدأ الحوار مع ديوفي سعيد أن يكون معي طبيب وأيضاً ناشط حقوقي من مصر يعيش حالياً في فرنسا أهلاً وسهلاً طاهر مختار أهلاً جافر يهلاً ومن برلين ننتقل إلى القاهرة وسعيد أن يكون معي صحفي في جريدة الإهرام وتطل علينا اليوم من القاهرة أهلاً وسهلاً باسل يوسري أهلاً بحضرتك يهلاً إذن سأقول لكم بعض الجمل وأريد أن أعرف رأيكم فقط بنعم أم بلا أوكي؟ جاهزين؟ يالله يالله جاهزين البداية دائماً معك طاهر إذن الدولة اليوم الدولة المصرية تقوم بكل ما في وسعها لتحسين حياة المواطن المصري معيشياً وحقوقياً لا باسل؟ نعم نعم كشاب مصري فقطت الثقة بالحكومة المصرية الحالية نعم لا الاحتجاجات هي كسر حاجز الخوف بعد سنوات من القمع نعم باسل؟ لا أرى تأثير المشاريع الحكومية على حياتك شاب لا أرى تأثير المشاريع الحكومية على حياتك شاب لا أرى؟ لا أرى؟ نعم لا أرى باسل؟ أرى في مصر اليوم لا أستطيع التعبير عن رأيي كما أريد أنا نعم لا أستطيع باسل؟ أستطيع أن أعبر عن رأيي الحديث عن الفساد والمحسوبية الموجودة اليوم في مصر مبالغ فيه وغير واقعي لا باسل؟ غير مؤم يعني يعني نعم توافق على الجملة فالحديث أوافق على الجملة يعني مبالغ حسب والجملة الأخيرة النقاش الموجود اليوم على السوشيال ميديا هو افتراضي ولا يعقس الواقع الحقيقي لمصر لا باسل؟ نعم إذن الاختلاف واضح وقلنا الاختلاف هو بداية الحوار والحوار يبدأ الآن أنه طاهر وأيضا باسل لكل منكم كلتين ثانية لتقولوا لي هل الاحتجاجات هي بوادر لثورة جديدة أم لا أوكي؟ البداية معك طاهر رح قال لك متى تبدأ لأنه كلتين ثانية كما أيضا لباسل كلتين ثانية لذلك نبدأ الآن أنا أوافق على أن دائما الاحتجاجات هو وسيلة مناسبة للشعوب لتعبر عن أنفسها وللتنفيذ ضد الغضب الموجود ولتغيير الأنظمة إذا استلزم الأمر الشعب المصري الآن يعيش في ظروف غير مسبوقة من القمع وعلى المستوى الاقتصادي ظروف قمة في السوق تناول المصريون الكلمات التي قالها محمد علي وغيره من نشطاء الفترة اللي فاتت باستحسان كبير لأنها تعكف أرض الواقع السيء ولهذا فضقوها ولهذا فهي وسيلة للتغيير وأنا أوافق إذن انتهى وقتك أيضا باسل نفس السؤال وأنت مع 30 ثانية سأقول لك متى تبدأ إذن البداية الآن 30 ثانية إلى القاهرة المظاهرات هي أصوات معارضة وطبيعي أن تكون داخل أي مجتمع ديمقراطي به مناخ صحي الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفوز في الانتخابات الرئاسية بالنسبة 100% طوال الوقت هناك أمر هناك مساحة مسموحة للمعارضة سواء بالتعبير عن الرأي ولكن دون اللجوء إلى عمليات التخريب المظاهرات أو الاحتجاجات أو الوقفات الاحتجاجية في الشوارع المصرية يكفلها القانون وفقا لقانون التظاهر انتهى الوقت يعني أنت 30 ثاني وأيطان ضيف 30 ساي الحلو أن الوقت هو الذي يقرر شكرا للكون لأنه ب30 ثاني قلته رأيكون ونتابع رح نعرف أكثر التفاصيل عما تقولون ولكن خلونا ننتقل اليوم إلى القاهرة لنتعرف على قصة شاب تخرج حلم وقال بعد ما أنا تخرج بديكون شخص فعال في المجتمع وحابب يشتغل ولكن الواقع تحدث معه لغة مختلفة إذن من برلين إلى القاهرة لنتعرف على طاها محمود أنا اسمي طاها محمود الخير ليكتا جرى سنة 2010 أنا عاطل عن العمل يعتبر من ساعة ما تخرجت أنا مشتغلتش أي حاجة على قوة الدولة مش أنا الوحيد اللي عاطل عن العمل أجلبية الشباب عاطل عن العمل ما فيش فرص عمل حقيقية بعدها عن الأرقام اللي الدولة بتعلنها دي مش أرقام لها أي علاقة بالواقع بيتقال مرتبات مرتبات دي مش موجودة ففي المقابل بتلاقي إن سلطة زي الجيش مثلا بتنافس محلات سوبر ماركت أو بيبيع خضار أو بيبيع بنزين أو بيشارك في كل مناحة الاقتصادية في البلد بتلاقي الجيش بيدخل شريك للناس فيها أو بيبقى ضاغط فيها فده طبعا بيأثر على الاقتصاد بقوة بيخلي سوق العمل كله ضعيف بيخلي المرتبات قليلة لإن ما فيش مقارنة ما بين إن أنا كجيش ما بتفعش ضرايب ما بتفعش كهرباء بتقارن بإن أنا ببيع بأسعار أقل لمنافسين لي بيضطروا إن هم يبيعوا بأسعار أعلى فبيجوا في الوقت ده على الموظف اللي أنا المفروض يشتغل عندي بقالل راتب بتاعه في الوقت اللي أنا هاخد في القرصات هيكون فين أصلاً العائل الدولة نفسها مش بتوفر الكلام ده في الوقت الحلم الوحيد اللي بقى متاح لنا إن إحنا نحاول نخرج بره البلد إن إحنا نلاقي فعلاً بره فرص عمل حقيقية في بلد تكون بلد بتحترم الإنسان بلد يكون فيها الإنسان اللي بيأجتهد بيلاقي مقابل اجتهاده إذن تعرفنا على تاها محمود وحكى يلي عنده وحكى من قلبه والآن تاها رح ينضم إلينا الآن من القاهرة تاها أهلاً وسهلاً بك ما عم بسمعك أوكي تاها ما عم بسمعك ممكن لو سمحتوا الإخراج إنه قادر اسمعوا إذن ما عم نسمعك خلينا منحل المشكلة بس ونستغل الوقت بما إنه ما عم نسمعك لأننا حاور نرجع نتوصل فيك مرة تانية وبهالوقت أنا لحكمل الحوار معنا مجرد ما يكون جاهز لو سمحتن قلولي حتى كمل حواري مع محمود وكمل الحوار أيضاً مع ضيوفي رينضم إلينا المزيد من الضيوف سعيد أن تنضم إلينا من لندن شيماء أبو الخير وشيماء هي من جمعية كوميتي فور جاستس أهلاً وسهلاً بك شيماء ناشطة حقوقية أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسعيد أيضاً أن ينضم إلينا من القاهرة بشير عبد الفتاح باحث في مركز الإهرامات للدراسات أهلاً وسهلاً يوم الجمعة شاهد بعض الاحتجاجات الناس نزلت إلى الشارع بعد أسابيع طويلة من نقاش كان موجود على مواقع التواصل الاجتماعي سؤال إليك باسل شاركت في هذه الاحتجاجات نزلت إلى الشارع عفواً السؤال لباسل ولا الأستاذ بشير لا باسل قلت باسل باسل أنت نزلت إلى الشارع يوم الجمعة شاركت لا لم أشارك في أي احتجاجات أو أي وقفات لم أجد أي وقفات الحقيقة تذكر ولو كانت لا تتجاوز أصابع اليد الصور المتدولة على العالم الافتراضي أو مواقع التواصل الاجتماعي هي لم تكن حسب الأعلام حسب الوكالات حسب شهود عيان لم تكن فقط عدد الأصابع يعني عدد الأصابع عنها سبعدهم عشرة عرفت؟ هي كانت أكيد أكثر من عشرة لماذا أنت لم تشارك؟ يعني هم العدد بالمئات حسب الوكالات أنت شخصيا لم تشارك لماذا؟ لأنني مقتنع بأن الإدارة المصرية أو الحكومة المصرية الآن تعمل في الصالح العام المؤشرات الاقتصادية التي تحدث عنها أستاذ طاها محمود تشير وهو خريج كلية التجارة تشير إلى أن حتى المؤسسات الاقتصادية العالمية زي ستاندد أنت بورز أو المؤسسات العالمية والبنك الدولي صندوق النقد الدولي يتحدثوا على طفرة حقيقة استطاعت الإدارة المصرية منذ نوفمبر العام 2016 أن تحدثها في المجتمع المصري فلماذا أشارك في وقفات احتجاجية سواء تجاوزت عدد أصابع اليد زي ما حركت متفضلت قلت مئات لكنها لا تمثل عن غالبية الشعب المصري اللي هي عدد تعداد الشعب المصري 104 مليون مواطن مصري بمعنى أضاد أستاذ جعفر أريد أن أقول لحضرتك باسر اسمعنا رأيك لأنه دايماً عندنا حوار طاهر لو كنت في القاهرة كنت شاركت ولماذا؟ بالطبع لو كنت موجود في القاهرة كانت المشاركة ستكون قرار وارد جداً بسبب عدم اقتناعي بالإدارة المصرية الحالية على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي على المستوى الحصول ما معناه عدم اقتناعك؟ يعني أنا معارض للإدارة الموجودة الإدارة الموجودة بشكل كامل لماذا؟ بسبب تدهور الحالة على كل المستويات مصر الآن تشهد المستوى الحقوق على سبيل المثال مستوى القمع غير مسبوخ في مصر دخل السجن أكثر من 60 ألف سجين لأسباب سياسية من 2013 حتى اللحظة الحالية مصدرك؟ مصدري Human Rights Watch ذكرت ذلك فأحد تقررها مؤخراً على المستوى الاقتصادي التضخم الذي حدث بعد ذلك سعر الدولار لسعر الجنية التضخم الذي حصل ارتفاع مستوى المعيشة ارتفاع مستوى البنزين تسمعنا ان احنا باسل عمل لك في تحسن بالوضع الاقتصادي حسن ما بقوله في الحقيقة هذا الوضع لا ينعكس بأي شكل من الأشكال على الشعب المصري عايز بس أدي مثال بسيط عشان يوضح أفضي قبل ثورة يناير في 2011 كان معدل النمو اللي اتحاق مع مبارك في آخر سنين كان معدل النمو غير مسبوخ في مصر ولكن كان الطفرة الاقتصادية بتصب في صالح فئة قليلة مهيمنة على البلاد وهو ما يحدث حاليا حاليا النظام بكل المشاكل الاقتصادية شو الدليل على كلامك الدليل على كلامي هو تظاهر الأوضاع الاقتصادية في اللحظة الحالية تذكرت المترو اللي كانت بجنيه من ثلاث سنين دلوقتي بقت بسبع جنيه على سبيل المثال بس الحد الأدنى للأجور ارتفع من 1500 إلى 2000 جنيه نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور لا تتناسى بأي شكل من الأشكال مع نسبة التضخم الدولار كان بستة جنيه بقى 18 جنيه دلوقتي تذكرت المترو بقى 7 أضعاف سمعنا لرأيك أنت اليوم تعيش في فرنسا لماذا تركت مصر؟ تركت مصر لأني مطارد بسبب أرائي سياسية وبسبب معارضتي للنظام تم سجني في سنة 2016 بسبب مشاركتي في حملة ضد الإهمال الطب في السجون وكانت التهمة التي وجهت لي وقتها يحياذت منشورات تدعو لقالب نظام الحكم بكل بساطة لأن معارض لسياسات النظام داخل السجونة التي يموت بسببها شو التهمة اللي وجهت إلي حياذت مطبوعات بس عادت أنت 7 أشهر عادت 7 أشهر على زمة الحد الاحتياطي لم تثبت التهمة ضدي حتى مع أنها ليست تهمة بس عادة الاحتياطي يعني الاحتياطي بيكون مش 6 أشهر الحد الأخفى 6 أشهر أنا عادت 7 أشهر عادت 7 أشهر لحن نحكي أيضا عن الملف الحقوقي ولكن ألولي أنه اليوم تاه يسمعنا تاه تسمعنا تاه معاكم سيد جعفر أهلا وسهلا بك تاه هل أنت اليوم ما عم تقوم بما فيه الكفاية لتبحث عن عمل أو أكيد إحنا طول الوقت بنحاول نبحث عن عمل وبنحاول ندور على فرص تكون فرص حقيقية فرص محترمة طيب ولكن طبعا مش متاح مش متاح مش متاح لأن حتى في حالة وجود فرص عمل بتكون فرص عمل بمرتبات زهيدة جدا ما تتناسبش خالص مع مع ظروف الحياة المعاشية ومع الأسعار الموجودة مع التضخم الموجود في الأسواع المصرية طيب بس معدل البطالة انخفض مكرنة بالسنوات الأخيرة حتى لو معدل البطالة انخفض بس الناس بتلجأ لأي عمل لمجرد بس بفكرة أن أنا أكون شغال بس هل ده بيعتبر عمل حقيقي؟ يعني المرتب اللي حضرتك ضيوفك بيتكلموا عنه اللي زيت بألفين جنيه لحد الأدنى للأجور في المقابل تذكارة المترو زي ما ضيفك بيقول بقت بدل جنيه بقت بسبعة جنيه طيب التضخم في السوق ست وسبعة أضعاف ايه العمل اللي ممكن أصلا يغطي ده؟ طهب في بعض المشاريع الجديدة اليوم يعني عشان نشوف هذه المشاريع في مشاريع الدولة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة تكلفة المشروع 35 مليار جنيه مدينة العالمين الجديدة أيضا تكلفة حوالي 2 مليار جنيه قناة السويس كلها مشاريع جديدة موجودة حاليا أيضا المزيد من المشاريع مشروع 1.1 مليون فدان تكلفة المشروع 33 مليار جنيه هذه كلها مشاريع نراها الآن على الشاشة ما استفادت من هذه المشاريع يا طهى؟ طهى؟ نعم نسمعك ما استفادت؟ ألم تستفد من كل هذه المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة؟ كل المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة التي تقوم بها هي القوات المسلحة وأجهزتها في الدولة لكن المؤولين الحقيقيين لا يستفدون منها الشركات الواقعية لا يستفدون من الكلام لا يستفدون منها كل هذه المشاريع التي تقوم بها هي القوات المسلحة لكن الهيئة العامة للهندسة هي التي تقوم بها من يستفيد يا طهى؟ من يستفيد أنت برأيك؟ لا يوجد حد مستفيد هي العصابة الحاكمة لأنهم بيستفيدوا بطريقة مبالغة فيها يعني مش مجرد استفادة عادية دبوا شو الدليل على كلامك؟ شو الدليل على كلامك؟ يعني ممكن يكون حقيق أقل دليل على كلامك كلام السيسي نفسه لما بيقول أنا بنيت أصور وهبني أصور أصور تمن الأصر وتمن الفيلا 150 مليون جنيه حسب كلام المقاولي اللي عمل الشغل نفسه فده أكبر دليل على الفساد المالي في الدولة عندنا الخدمات كلها تضعفت وفي المقابل ما فيش دا ما بيعودش خالص بأي صورة من الصور على المواطن طيب نحن عايشين في البلد نعم نحن عايشين في الظروف طيب سمعنا سمعنا طاها آخر سؤال إليك طاها شاركت بالإحتجاجات يوم الجمعة؟ كنت من الناس الذين نازلوا؟ نعم نعم لماذا؟ نعم شاركت لماذا؟ لأننا طبعا شايفي أن حال البلد كله كل يوم من سيء الأسوأ سواء أوضاع سياسية أو أوضاع اقتصادية سواء تنازل عن أراضي سيطران وسنفير انهيار للعملة المصرية اللي السيسي استلمها كان الجنيه كان الدولار بستة جنيه النهاردة الدولار بسبعتاشر جنيه انهيار رسمي للعملة وفي المقابل فيه فيه تحصن اقتصادي تحصن اقتصادي ما بينحكسش على المقابل نعم بدي سألك سؤال انت اليوم عم تحكي عم تحكي رأيك عم بتقول رأيك بحرية البعض اللي عم بشاهدنا بيعتبرون اليوم في مصر ما فيه تديق على الحريات حسب منظمات حقوقية بينما انت عم تتحدث انا بعبر عن رأي بحرية عند حضرتك في البرنامج ودي ما تعتبرش حرية رأي احنا نزلنا مبارح في المدان حضرتك اكيد شفت الناس هما بيتضربوا الناس هما بيتضبط عليهم النهاردة فيه عشرات محبوسين من الناس اللي نزلوا في المظاهرات يوم الجمعة فده ما يعتبرش تعبير عن رأي انا تم اعتقالي قبل كده لمدة 51 يوم لمجرد ان نغمة تليفوني كانت نغمة مناهضة لحكم العسكر تم اعتقالي 51 يوم بدون اي مبرر بنغمة موبايل ما فيش اي نوع من انواع الحرية عندنا في مصر يعني في البرنامج هون عم تقول عم فيك تحكي ولكن داخل مصر بتحاسبس انت موجود اليوم داخل مصر انا اليوم موجود داخل مصر وممكن بعد حضرتك مبقاش موجود ومبقاش فيه حرية ومبقاش فيه اي حاجة طيب ليه عم تحكي لكا ليه قررت ان تطلع مع انه تمام انا مبارح كان ممكن اضرب بالنر وكان ممكن اصاب وكان ممكن اعتقل وبالرغم من كده نزلت مش بس حكيت انا مبارح كنا جنب الشرطة وجنب قوات الجيش في الشارع وبالرغم من كده نزلنا لان احنا ما عندناش متنفتس تاني ليه لان احنا لحد دلوقتي عايزين البلد تكون احسن لحد دلوقتي عندنا امل في التغيير اذا اليوم الكلام كتير مبارح من اليوم الجمع الناس كانت عم تقول ارحل يا سيسي اليوم شو بتقول للرئيس السيسي شو رسالتك انت شخصيا لرئيس البلد اللي عم توجهها دايما لالو والله هو رئيس البلد هو اصلا مجاش بانتخابات رئيس البلد هو جب انقلاب عسكري يشهد عليه القاصي والداني رسالتي لي انه هو فعلا يحاول يسيبنا يحاول يسيب البلد تتنفس يحاول مرة واحدة يبقى فيه شيء من الحرية في البلد دي بس هو تلعب انتخابات ديمقراطية حسب ما تقول الحكومة المصرية والادارة المصرية واكتر من 90% انتخابوه هم يقولون ما يريدون هم اصحاب الانتخابات وهم اصحاب القرار وهم اللي بيعلنوا النتائج طيب تاها لكن دي انتخابات ما كانت نعم تاها اسمعنا لرأيك باسل شو ردك على تاها الحقيقة استاذ طاها تحدث في اكتر من موضوع والحقيقة لو يسمح لي اللغة التي تحدث بها ما تدلش ابدا على انه انسان مش لاقي عمل في مصر مصر اللي ورايا اللي موجودة اللي شعبها 104 مليون اللي وقف قدام مخططات دول لتقسيم المنطقة على اسس طائفية واسس دينية هذا الشعب العظيم يعمل من خلفي هذا الشعب العظيم حينما استضاف اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين هنا اخوتنا واشقائنا وجدوا سوء العمل شاستها تحدث في الفاظ اسمح لي هذه الحالة باسل طاها يتحدث عن تجربته الشخصية هو لا يجد عمل اليوم ما عنده عمل يعني قالك أنا بحثت ولم أجد عمل إذا تشكك بأنه لا يريد أن يعمل طبعا وهناك طبعا هقول حالك على حاجة أستاذ طاها في مشكلة الحقيقة هو متخرج من العام 2010 يعني لا يؤقل أبدا أنه إحنا نطرح حتى قدام الرأي العام في قانونتكم المحترمة أنه حد بقاله تسع سنين متواجد في دولة مش لقي عمل تسع سنين مش لقي عمل يعني حاجة لازم نحط عندها علامة تعجب الحقيقة طيب بس نقطة مهمة جدا أستاذ طاها تم أتقوله واحد وخمسين يوم عشان ما شخص الأمور أعطيني هو قال رأيه ولكن هناك أيضا وقائع والوقائع حسب البنك الدولي أيضا الجهاز المركز اللي التعبئة العامة والإحساء في مصر يقول إذا نظرنا إلى 2010 كان عندك الفقر 24.3 ب2017 2018 32.5 الفقر في مصر خلينا أعطيك بعض المزيد من الأرقام نسبة الفقراء بين المصريين حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عردة له عدم المساواة آخذ في الإزدياد حسب البنك الدولي سعيد مصر يذر الأكثر فقرا وصل معدل الفقر 7% في محافظة بورسعيد و66% في السيوت والسهاج إذن هذا ليس رأي إنما هذا البنك الدولي يلي طبعا فيه علاقة مع مصر وبيقرود ولاي ما هنالك شو بترد؟ إذن ليس رأي هذا واقع شو بتقول؟ في جملة واحدة عايزة أقول لحضرتك أن الأرقام تتغير بمعنى أدك أن لقيام أي دولة على أساس سليم يجب أن تصبق خطواتها السياسية خطوات اقتصادية الدولة المصرية أو الإدارة المصرية أو من يحكم الدولة حاليا تسلمت دولة وبها الكثير من التحديات الاقتصادية والتهديدات الأمنية على الحدود ورأينا ما رأينا في بعض الدول العربية اسمح لي تحدثت بنفسك أن الأرقام تتغير فعلا الأرقام تتغير ولكن حسب ما نرى الآن حسب البنك الدولي الأرقام تتغير إلى الأسوأ من 24.3% إلى 32.3% بنفس الوقت هناك مشاريع المليارات من الجنيز طيب ولكن الفقر يزيد في نفس الوقت معدل البطالة انخفض في الربع الثاني من العام الجاري لسبعة ونص من عشرة في نفس الوقت معدل نمو خمسة والثمانية من عشرة ومتوقع عشرين واثنين وعشرين وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الذي أعطى لمصر 12 مليار دولار وصلت الحزمة السادسة منها منذ فترة قليلة نتحدث على معدل نمو يصل لثمانية من عشرة وبالتالي أنا كل ما أريد أن أوضحه للسادة المشاهدين الكرام ولحضرتك وللأفاضل إن اقتنعوا برأيي كان لهم أن الدولة تقوم أي اقتصاد يجب أن يقوم على مشاريع انتجية وليس على السلفة الخارجية تكلفة الدين الخارجي وفوائده هي عالية جدا وهذا بسبب ترقومات سنين الشعب يجب أن يعمل والدولة يجب أن تعمل وصلت الفكرة أيضا سأودع ضيفي طاها طاها شكرا لوجودك معنا اليوم ومشاركتك تجربتك شايماء اسمعتي لباسل وأنا عمرأ بك أنت هو عم يسمع عبتسمتي بعض الأحيان شو حاب تقليله لباسل شو ردك يعني في الحقيقة الأستاذ باسل متحدث جيد للدفاع عن الحكومة والنظام المصري بشكل رائع في الحقيقة فيعني أنا عايزة أشير بداية بس أنا في البداية أحب أطمن على الأستاذ طاها بعد هذه المشاركة وإن كنت أتمنى أن يكون شارك باسمه مستعار أو تطمنه عليه بعد المشاركة لأن عارفين إزاي ممكن واحد يعبر عن أراءه أو أفكاره الخاصة بحالة الوضع السياسي العام أو حالته هو الشخصية في مصر بيرو وإزاي بيأصل للأسف الأستاذ باسل هو انتهج شايماء لماذا تقولين مما تتخوفين لأن إحنا عارفين بشكل أتخوف على سلامته الشخصية أتخوف بكل تأكيد على السلامة الشخصية لأي مواطن يعيش داخل الأراضي المصرية في ظل هذا النظام القمعي الذي لا يحتمل أي أصوات معارضة النظام الذي لا يحتمل وجود أي نوع من الخلاف وده واضح جدا في الخطاب اللي بيقدمه الرئيس السيسي حتى أنه لا يحتمل أن يكون هناك أشخاص لديهم اختلاف في الرأي في مدى تملك الدولة لأراضيها ومدى قدرت الدولة على حماية أراضيها ولا يحتمل أن نحن نتحدث عن الفساد نعم قلت بشير استمعت إلى شايمة ماذا تقول لها هل هي محقة بكلاما ولازم يخاف اليوم طاها في البداية للتصحيح أنا خبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام وليس مركز الأهرامات للدراسات السياسية والاستراتيجية طبعا من حق كل إنسان أن يعبر عن رأيه ومن حق الأستاذ الشيماء وغيرها أن يتبنى من الرأي والفكر ما يروخ له أتصور أننا في هذا الحوار بصدد رأييني يعني يغالياني مغالاة واضحة سواء في الدفاع عن القيادة أو السلطة الحالية في مصر أو في انتقاد هذه السلطة الأمر ليس بهذا بشير أنت اليوم هي قالت لأنها نقطة مهمة يعني أنت اليوم عندي ضيف أنا في البرنامج طبعا قرر هو يطلع بكامل إرادته النيلو ممكن يعني عارف أنت إذا تعرضت لأي شي أنا اليوم بدي أحكي كما شارك في الاحتجاجات يوم الجمعة قال أريد أن أتحدث بكامل حريتي شيماء تقول هذا ممكن قد يعرضه للخطر باسل يقول لا في حرية في يحكي أنت اليوم شو ماذا تقول لشيماء يعني كلام شيماء حابب اسمع رأيك أنت بتقول له يجب أن يقلق أو لا يجب أن يقلق يعني إجابة مختصرة على سؤالك الثاني وليس الأول لأنك طرحت سؤال قبله لا يعني لا يجب أن نصور الأمر على هذا النحو قلت لك إن هناك مبالغة في كلا الرأيين مبالغة في تصوير الوضع الذي نعيشه في مصر على أن الحياة وردية وأن الأمور تمضي كما نتمنى ومبالغة أيضا في انتقاد ذلك الوضع نحن دولة نامية من دول العالم الثالث في مرحلة انتقالية تحاول أن تستعيد الدولة أنا هنا لست بصدد الدفاع أو لست متحدثا باسم الحكومة المصرية ولكن أنا باحث موضوعي وحاول أن أطرح الحقائق وأخترب من الحقيقة قدر المستطاع في المرحل الانتقالية بشير إذا كنت باحث تحدثت أن ما لا يجب عليه أن يقلق أريد أن أعرض عليك أيضا مراسلهم بلا حدود عشان تقول أنت أنه بدك بالأرقام إذا بشوف أنا مصر على التصنيف العالمي لحرية الصحافة المرتبة 2017 كانت 161 أصبحت الآن 163 وأيضا إذا تحدثنا يعني واقع الصحافة في مصر وحرية التعبير مصر حسب مراسلهم بالحدود وهمن رايتس ووتش أيضا يعني فيه تنوع هون بالمصادر حسب الجمال مصر أحد أكبر سجون للصحفيين في مصر أكثر من 500 موقع أغلبها مواقع إخبارية تعززت قبضة السلطة على الإعلام بعد قانون الجرائم الإلكترونية يقضي بعض الصحفيين سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة لا يزال يوجد 25 صحفيا على الأقل وراء القطبان في مصر أنت عم تقول أنت باحث مراسلين بحدود عند أيضا يعني باحثين وباحثات لا وصلوا لهذه النتائج شو بترد على هذه الأرقام أنت أيضا تعيشها بتشوفها اليوم في مصر هي موجودة هي لا تختلف كثيرا عن الرأيين الذين طرحها من قبل وهو المبالغة هذه المنظمات ما احترمنا الشديد لها ولما يصدر عنها هي لا تبتعد كثيرا عن التسييس طب لماذا لماذا تسييس شو أندس لماذا تسييس بشير لا عم نسمعك عم نسمعك بشير بشير عم تسمعني بشير أوكي لحن نرجع نحاول نتواصل معك لأنه أنا عم بسمعك ويبدو أنت لا تسمعني في الأسابيع الأخيرة كان في هناك نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي كان في هناك أيضا دعوة من شخص أنه الناس تنزل إلى الشارع السؤال الذي كان دائما يطرح أنه شخص واحد كيف يمكن أن يحرك بلد أو يعطي هذا النقاش كله على مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نشوف هذا التقرير لنفهم أكثر ما الذي حدث موسيقى أنا أقوم عليك صور يا معايا يا أنتو مش معايا معايا يعني المنطبع للشباب أنا عامل قصور أسعي وهعمل أنا بعمل دولة جديدة واللي أنت بتعهد الشعب المصري تعمل عدها لسه مئة مرة والناس مش لايه المام والشباب بتتخرج من الجامعة بتلاقي السطارة سودة سودة أنا أسمع المعرض يعني أنا بتاع بحديث الرئيس في ساعة مددأ لحد موسيقى اشتركوا في القناة اذا هذا التقرير وضح الجوانب اللي حصلت اخر للأسابيع هون في سؤال موجود اليوم كيف استطاع الشخص لان حتى هذا الشخص فيه ايضا اسئلة كثيرة حول مصدقيته حول الكلام الذي يقول ولكن مع ذلك كان فيه ردد افعال على مواقع التواصل الاجتماعي الهاشتاك وصل الى الملايين اكيد اكتر من مليون الهاشتاكات التي تخص بهذا الامر وناز نزلت الى الشوارع كيف بتفسر هيدا الامر كيف شخص قدر يحرك ولا هي الناس كانت ناطري حدا يحرك لا انا موافق طبعا على الطرح التاني ان كلامه لمس واقع الناس عايشاه الناس عايشة في واقع اقتصادي قمة في السوق وفي نفس الوقت الناس لمسا ان فيه فساد موجود في البلد فساد ضارب ومعشش والناس حسى به ولكن لما تقالت شهادة من واحد كان شغال معاهم بتدي مصداقية لحاجة الناس حساها عشان كده الكلام ده واقع للناس وصدقوه لما الرواية تحاكي الواقع انت شخصيا يعني احنا عنا اليوم شخصين من جوة من جوة ومصر عم يتحدثوا انه دولة بحاجة لفترات لا تتطور بحاجة لوقت انتقلت من مرحلة كان في مرحلة انتقالية سعبة اقتصاديا هل تريد ان تصبر لحتى يتحسن الوضع يعني معلش اصبر على ايه اصبر على بناة الاسور ولا على بناة السجون الرئيس بيعترف في الفيديو بتاعه ان هو اه بنى اسور وهيبني وهيبني هي دي الاولويات بتاعته هو يقول هو لا يبنيها له يبنيها لمصر لأ مصر محتاجا مستشفيات مصر محتاجا مدارس الرئيس في مصر يكفي قصر في اي دولة في العالم فيه أثر او اتنين للرئيس الرئيس مش محتاج أثر واثنين وثلاثة واربعة في حين أننا عندنا أنا كطبيب في مصر كنت شغال أقولك أن فيه عجز كبير في منظومة الصحة ما فيش مستشفيات لو بنى بفلوس الأسور دي مستشفيات كانت الناس تقوله شكراً لو بنى مدارس بيهتم بالعقول الناس كانت تقوله شكراً أنا بس عندي تعليق على المداخلة اللي فاتت للأستاذ باسل لا أعطيك حق الرد لا أعطيك حق الرد ولكن بدي خليه رد باسل على كلامك لقلت أنت هلا عشان كنت دايما عندي أنا الرأيين باسل ردك على كلامه أنه لا القصور موضوع المستشفيات يمكن الأستاذ يعني أتفق معه في أنه ربما يكون هناك أولويات يراها البعض ولكن في الأول والآخر نحن نحتكم إلى النسبة أو الأغلبية بمعنى أدقى عايز أقول لحضرتك حينما تحدث الأستاذ من باريس وتحدث على أن تذكرة المتروجيني أدعوكم للبحث على يوتيوب تقارير المواطنين المحترمين يتحدثوا على مشروع صغير هي وسيرة انتقال صغيرة تسمى التوكتوك التوكتوك في مصر الأجرة خمسة جنيه فليس من المنطق أن يمر المترو مترو الأنفاق الذي تشرف عليه فرنسا على إنشاؤه في مصر وأشرفت على المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة أيضا أن يمر من القاهرة شمالا وجنوبا وتكون التذكرة جنيه لا أريد أن أخذ في تفاصيل الكهرباء وصيانة وقطارات وكل ما شابه ذلك شيماء شيماء تريد أن ترد عليك أيضا نختصر يكون في حوار للعراءة المختلفة لأننا دائما نقول اختلاف بداية الحوار خلينا نسمع الاختلاف شيماء تفضلي يعني أنا أعتقد لو ربما لو ركزنا بس على نقطة المواصلات والتي تطرق عليها ضيوفك الكرام الأخيرا فأنا أعتقد أننا ما يصحش أبدا أننا نطرح المقارنة ما بين وسائل المواصلات العامة والتوكتوك اللي هو وسيلة مواصلات دخلت مصر نتيجة لفشل المنظومة المواصلات العامة نتيجة فشل الدولة عن توفير مواصلات أدامية راقية مقابل الخدمات أو الضرائب حتى اللي بيتفاعها المواطنين المواطنين بيتفاعوا الضرائب ولا يحصلون على أبسط حقوقهم في مواصلات عامة مناسبة وملاقية ما تصل لهم إلى منازلهم عندما استمع إليك بلاحظ أنه اليوم عندك نقد واضح للحكومة المصرية للإدارة المصرية شو أكثر شيء اليوم انت رافديته مزعوج لإله في مصر كم مواطنة مصرية؟ بكل تأكيد الانتهاكات المباشرة اللي بيقوم بيها النظام المصري ضد الحق في الحياة لقطاعات المواطنين أو قرية الرأي والتعبير وحرمان قطاع كبير جدا يعني إحنا لو كلمنا على أبرز هذه الانتهاكات في الفترة الراهنة قولا على أو قياسا على تظاهرات 20 سبتمبر فنجد الانتهاك الأبرز اللي وصلنا لهذه المرحلة أن هناك حرمان للمواطنين في حكوم في حرية التعبير هناك حرمان كبير جدا لقطاعات مختلفة من الشعب المصري للوصول إلى المعلومات طب لماذا؟ عندنا أزمة حقيقية في ممارسة الأحزاب السياسية للعمل لماذا؟ لأن النظام المصري لا يستطيع أن يحيا أو يتنفس دون قمع هذه الحريات هو يجد قوته في حرمان للمواطنين من الحصول على مساحات الحرية الرأي والتعبير لدينا على سبيل المثال الحركة السياسية أو الحزبية في مصر عندما قررت أنها تقوم بالعمل من أجل المشاركة في الانتخابات السياسية تم القبض وتلفق القضايا لأعضاء هذه الأحزاب لدينا الأستاذ زياد العليمي حسام مؤنس أولئي الأشخاص مرسوا حكوم في الممارسة السياسية التعبير عن الحق السياسي في الهبو شركة السياسية في المرأة خلينا نسمع الرأي الآخر أيضا شيماء بشير عاد إلينا وبشير يستمع إلى شيماء بشير هذا رأيي اليوم مواطنة مصرية تتحدث عن موضوع التديع على الحريات أنت شخصيا تلامس هذا الأمر من خلال أبحاثك تلامس هذا الأمر من خلال وجودك في القاهرة من الموضوعية الإشارة إلى أن الأمور فيما يخص حرية التعبير تحديدا قد لا تكون مثل ما نتمنى ولكن أنا كباحث لابد أن أربط ذلك بالسياق الدولي والإقليمي والظروف التي تشهدها البلاد إذا ما نظرنا إلى فرنسا اليوم على سبيل المثال تجد أن هناك احتجاجات السطرات السفر تجد هناك انتقادات لأوضاع عديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية هناك أزمة للديمقراطية على مستوى العالم ككل الإرهاب بسبب عدم الاستقرار والارتباكات الأمنية في العالم وصراع الأمن والديمقراطية هناك دول تتراجع عن الممارسة الديمقراطية والحريات وتمارس رقابة دول 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 ديمقراطية فرنسا بريطانيا دولة زي بريطانيا زي فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية حتى في الدول الإسكندينفية هناك رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الحسابات الشخصية للأفراد مخافة الإرهاب والارتباكات الأمنية ما أريد أن أقوله أننا نشهد العالم أجمع يشهد حالة من الصراع ولكن هل أنت اليوم كباحث عندما تتحدث أنك تقارن خلينا أعطيك بعض الأمثلة الموجودة اليوم إذا كنت المقارنة ولا أجدها اليوم في الدول التي تحدثت عنها إذا تحدثنا عن أوضاع السجون المصرية على سبيل المثال إذا تحدثت سجن العقرب على السلطات المصرية حسب أمنست انترناشنال منظمة العفو الدولية يعني هذا موجود على السلطات المصرية أن تضع فورا حدا لظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية في سجن العقرب دفعت السلطات المصرية العشرات من المحتجزين في سجن العقرب إلى نقطة الانهيار قامت السلطات بالتعدي على المحتجزين بالضارب وسعقهم بالصدمات الكهربائية في محاولة إجبارهم على إنهاء إضرابهم نتعرف أيضا على المزيد من الأبحاث التي قامت بها منظمة العفو الدولية ندخل حوالي 130 محتجزا في إضراب جماعي عن الطعام لأكثر من ستة أسابيع نرى في 2017 اعتقل العديد من المضربين عن الطعام قبل أكثر من عامين ولم يسمح لهم بزيارة واحدة من عائلاتهم نتعرف أيضا على المزيد يعني إذا تحدثنا مصر على مؤشر العالم لسيادة القانون موشوع العدالة العالمي بال2019-121 من أصل 126 هذه كلها دراسات حسب هذه المصادر التي نراها يعتمد المؤشر على مدى خضوع الحكومة بقبار المسؤولين للقانون الحقوق الأساسية للأفراد المساواة أمام القانون والتطبيق وشفافية الحكومة وتبدلها المعلومات مع الأفراد ووسائل الإعلام طاهر في رأي بتحدث عنه اليوم بشير في دراسات لمنظمات إنسانية ومنظمات حقوقية وفي أنت أيضا شخص ومماطن مصري شو بترد؟ أنا بس عايز أقول حاجة أن أنا بشارك خوف أستاذ شيماء على أستاذ طاها محمود وفيه ثوابق قبل كده للنظام المصري بناس عملت مشاركات مع صحافة أولية والتجنة زي أم زبيدة دي حالة مشهورة كلمة عن اختفاء القصر في مصر وطم الأبضاء له في جناب شكل مباشر فأنا بس حبيت أدي مثال للكلام على نقطة الحرية ولكن بشير قال أن اليوم في ظروف معينة وقارنة بلدان حسب رأيه هو الواقع يحكي لغة واللغة الأرقام تحكي شيء مختلف يعني هذا رأي اللي عم بقوله أنت رأيك ماذا؟ هل لأنه اليوم في مرحلة إرهاب في مرحلة صعوبة أمنية تمر بها مصر؟ لا أنا مش موافق أبدا على الكلام ده أنا مش شايف أبدا من الموضوعية أننا نشيل الأرقام من قدامنا الأرقام بتتكلم يعني دايما موايدين النظام بيقولوا إحنا بنقول كلام مرسل لا إحنا ما بنقولش كلام مرسل إحنا بنوجه أرقام بعد كده بتكلموا عن الموضوعية لا الموضوعية بتقول إن فيه أرقام بعد كده هما بيدخلوا بحجة الأرقام مثيثة أو الثياق الدولي دي كلها حجج وبريتكست بيتقال حجج بتتقال عشان يهربوا من الحقيقة القائمة الموجودة اللي الناس حثاها وللأرقام بتعكفها نتعرف على أرقام أيضا يعني أنا نلاحظ اليوم الأرقاء المختلفة في الحلقة ولكن دايما مهم أن نعرف أرقام مستقلة مؤشر الهاب العالمي هجمات إرهابية في مصر 2015 تحتال مركز التاسع عالمية بين أكثر الدول تأثرا بالإرهاب 8 عمليات إرهابية في 2018 2017 خمسين عملية إرهابية تنتقد مؤسسات حقوقية غياب الشفافية من قبل الأمن المصري في التعامل مع العمليات الإرهابية يعني عم يكون عندها عمليات إرهابية عم تتعرض لأعملات إرهابية عم تقتل مواطنين مصريين أو أيضا من القوات المسلحة فالدولة عم تقول لك هذه اليوم الأمن هي الأولوية شو بترد أنت على هالأرقام؟ أنا أقول أن الدولة فشلة حتى في المهمة الأمنية برغم كل القمع الموجود لما مصر تحتل مركز متقدم فيما يخص الإرهاب مع كل الإجراءات الإستثنائية مع كل الإجراءات الإستثنائية المتخدة مع كل قمع اللي بيحصل أقدر أقول أن محاربة الإرهاب مش أولوية لأن لو كل آلة القمع دي موجودة وبتعمل قمع ده كله ولسه المركز كده المتقدم فمعني كده أن فيه فشل بس أنا عايز أقول كلام تاني من شاهدتي أنا داخل السجن فيما يخص السجون المصري أنا كنت في السجن في السجن في السجن فيما يخص السجون المصرية ودورها في صناعة الإرهاب عايز أقول أن قابلت أكتر من حالة وده بنفسي شفتهم وتعاملت معاهم داخل السجن لأن أنا كنت بنتحط في ذنازين فيها ناس كتيرة ناس كانت داخل السجن ملاش أفكار أعلاقة بالسياسة ناس اتقبض عليهم بشكل عشوائي لأنه ماشي في الشارع وقت مظاهرة أو لما راح اتقبضوا على حد اتقبضوا على شركاء السكن اللي معاه ناس أفكارها تغيرت جوا لأن النظام بيصنع الإرهاب بالسياسات القوامية لما واحد ملوش ذنب يتحط في السجن ويحس بالظلم ويحس بعدم وجود أي أمل وبعد كده تحطوا مع ناس جوا خلال فترة كبيرة فيه ناس أفكارها بتتغير جوا أنت حسيت هيك؟ أنا شفت كده مش حسيت شفت ناس بشهاداتهم نفسهم احنا دخلنا السجن كنا بنشرب سجاير احنا دخلنا السجن كان عندنا صديقات احنا 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 جوا بيقولوا هتفات ويرددوا حاجات اللي هي الحاجات تشد الديني حتى الآخر لما بتحكي عن السجن شفنا اليوم أيضا بالأرقام والحقاق أنه اليوم وضع السجون بعض السجون المصرية صعب اليوم أنتو مثلا كيف كانت الحالي؟ كان عندكم الأكل كفاية؟ كان عندكم شرب كفاية؟ لا الأكل والشرب كانوا أهلينا بيجيبوه لينا من خلال الزيارات الأسبوعية كان فيه نظام أنه كل واحد لما بيتزوروا أهله بيجيبوا أكل لكل الزنزانة وكم شخص كنتوا مثلا؟ خلال اسم الشرطة لما كنت في اسم شرطة عبدين كانت الزنزانة مساحتها حوالي 7 متر في 6 متر كنا في الصيف 85 شخص 85 شخص بنا تبادل ساعات للوقوف ساعات للجلوس 85 شخص في 6 في 7 85 شخص 85 شخص في 6 متر في 7 متر في اسم عبدين الوضع في السجون الكثافة أقل من كده ولكن ده أسام الشرطة هي ده الكثافة بتاعتها كيف تعمل فيك كإنسان اللي قاعد بالسجن وانت بعدين ما كان في تهم موجهه لك على الرغم من ذلك عدد ستة سبعة أشهر شو عملت فيك؟ يعني أقول بصراحة السجن هو تجربة قسية جدا تجربة صعبة جدا تجربة بتغيرنا بشكل حقيقي من جوة يمكن أنا بشكل يعني لأن عندي أفكار وأن أنا مؤمن بالأفكار اللي أنا كنت عارف ممكن تعرضني للسجن بيوم إن أنا عايز أغير إن ده نظام ديكتاتور إن إحنا ممكن نغير لو إحنا استحملنا شوية ولكن فعلا كانت تجربة صعبة الناس اللي سجنت بدون سبب بدون أفكار دي كانت أقفى ألف مرة عليهم شكرا لإلك أيضا هنا باسل أريد أن أسمع منك هو نفسه تعرض وبعدين لحنتقل إليك شي ما أتعرض لتضييق كان بنفسه في السجن منظمات حقوقية تتحدث عن اعتقالات حسب ما تقول هذه المنظمات أنت تقول قلت أبل أنظر إلى خلفي الناس عايشي وكل شي تمام بس فيه كمان أراء موجودة وحقائق مختلفة شوف أنا عايزة هو الحقيقة مش رد على الأستاذ المواطن في باريس الحقيقة بقدر منع ما عايزة أقول أنه أي حراق سياسي أو أي حالة جدال فكري أو حالة حوار تكون موجودة في المجتمع ده منخ صحي بشكل كبير أتفق جدا مع أستاذ بشير حينما تحدث على تظاهرات السطرات الصفراء في باريس يوم السبت الماضي كان هناك احتجاجات اسمحوا لي علي أن أقول هذا أيضا للمشاهد أنه قرنت أكثر من مرة لاحتجاجات السطرات الصفراء والدنمارك وحتى ضيفي قال أسامي ولكن هذه هيومن رايتس ووت تنتقد أيضا هذه الدول وأمنست انتوناشنال تنتقد أيضا هذه الدول ولكن لم تتحدث عن كيفية السجون الموجودة لم تتحدث أنه في أكثر من كم شخص تجربة شخصية 85 شخص 80 شخص لم تتحدث عن اختفاء قصري لم تتحدث عن إنسان اختفى وأن أهله ما عارفينه يعني علينا هنا أن نميز في رأي وأنت لكل شخص حر برأيه ولكن هناك وقائع تجاه مسؤوليتي للمشاهد علي أن أذكر هذه الأمر حتى مش كل واحد نحكي كيف ما بدنا لأن الرأي حر ولكن الواقع شي تاني تفضل مظبوط طيب لو حضرك هتسمح لي أقول رأيه مظبوط إذا أتقل لي مظبوط لماذا تقارن إلا لا أنا عايز أقول أنه لكل دولة لها قوانينها لكل دولة لها ثقافتها كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدث معه عن حقوق الإنسان أنا ذهبت إلى باريس وتحدثت معهم أن الأستاذ في باريس لا يستطيع الاقتراب من قصر إيزي ولا يستطيع الاقتراب من أي مقار أمنية يمنع وينفذ القانون في الدول الأوروبية لكن يريد كسر القانون في الدولة المصرية فقط أريد أن أشير إلى شيء واحد لأن ضيوفك تحاملوا كثيرا على الدولة المصرية وأستاذ شايماء تقول أنني أتحدث باسم الدولة المصرية لا أنا مواطن أعيش في الدولة المصرية وأعمل في مصر وأمشي في شوارع مصر نسمع شيماء مردكي أو أداء بعض الحكومة في بعض نعم باسل شكرا لك شيماء مردكي لا أسمح لك ولكن شيماء أيضا عشان يكون عندي تنوع يا باسل أنت حكيت وجهت كلامك لشيماء خلينا نسمع شيماء وبعد أن نعطيك حق الرات تفضلي شيماء شكرا والله يعني أنا أسفة جدا أن أنا كنت ببتسم أو بضحك أو حاجة بس هو من المبهر جدا أن نحن نجد أن عندما نتحدث عن الوضع الحقوقي أو السياسي أو الاقتصادي في مصر نجد أن المحللين يلجأونا لطرح أمثلة على ما يحدث في الخارج يعني مثلا نتحسن أنا الواقع الأمني مصر عندها بتكفح الإرهاب في الممارسات في دولة أوروبية عامل الكلام ده أنا أسفة جدا يعني بنجد أنه معلش شو باديك تقولي؟ قولي عشان ما دعطيه حق الرات أنا عايز أقول أنه ما يصحش فعلا ما ينصحش أبدا فعلا أننا نستهيين بالمواطن اللي بتفرج علينا فإحنا نعد نشغله بأننا نقول أحد الأساتزة الأستاذ بشير تحدث عن الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي في البلدان الإسكندنافية ده كلام غير منطقي إطلاقا يا جماعة يعني ما ينفعش نوفر نقول معلومات ما عندناش يعني أنا أحد بأسمع إيه الأرقام الخاصة بالقضايا أو كيف بيتم مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ده إحنا عندنا جريمة إرهابية ارتكبت في أستراليا لحظة واحدة بعد إذنك جريمة إرهابية ارتكبت في أستراليا تم الإعلان عن تنفيذها وتجهيزها وبسها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ولم تلحظ بها الدولة فإزاي نتكلم على الرقابة في الخارج إطلاقا عايزة أرجع بس نتكلم على حاجة أن الكلام المسيس الذي يصدر عن المنظمات الدولية الحقوقية بما أني هنا أتحدث نيابة أنا عمل في هذه المنظمات الدولية بالضبط وشرفت بالعمل في عدد من المنظمات الدولية اللي حضرتك ذكرتها والأستاذ ذكرها أيضا لكن خليني هنا بلاش أتكلم على البيانات والأرقام اللي صدر عننا أنا هحيل حضراتكم إلى حوار منشور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد فيا وهو شخص منتخب مختار من قبل الدولة المصرية شايمة باختصار باختصار أنه عندي ضيف بدي ينضم لألنا باختصار شديد باختصار طيب أنا بس ما خدتش وقت باختصار عندك عشرين ثانية عندك عشرين ثانية الأستاذ محمد فائق شخصيا قال أن السلطات المصرية التي تسمح لهم بدخول أماكن الاحتجاز والسجون للتعرف على الأوضاع في الداخل وهو يرى أن هذا انتهاكا وربما يكون سببا شكرا لك باسل عندك أيضا 30 ثانية لحق الرد تفضل هناك قانون لمنظمات المجتمع المدني تم تغييره لدينا 46 ألف منظمة موجودة تعمل في مصر المدى 22 من العادة الدولية للحقوق السياسية والمدنية تطبق مع المدى 75 من الدستور المصري رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كابرون حينما كانت هناك هجمات إرهابية قال لا تحدثني عن حقوق الإنسان يحاول أيضا أنه يكون شكرا لكم شكرا لكم فتوا بتسميات ليست صحيحة كلها عم تقولوا أشياء منا صحيحة على أرض الواقع علي أن أذكر هذا للمشاهد لأن هذا كلام هذا الرأي ولكن لا يعني أنه واقع نميز الرأي وهناك واقع يقال الرأي يقول اللي بدك لكنه ليس واقعيا لأنه فيه أشخاص عم تقولوا قالوا ما قالوهن ولكن هذا كلامك أريد أن أنتقل الآن من برلين إلى بريس لينضم إلينا محمد قنديل محمد كاريكاتوريست وأيضا صحفي محمد تنضم إلينا الآن من بريس عيد أنك موجود معنا اليوم محمد أنت اليوم تعمل كاريكاتور عن اللي بيحصل في مصر إذا اليوم قلبك بده يحكي يا محمد شو بتقول اليوم عن مصر شو المصر اللي أنت اليوم شيفها والله طبعا يعني كنت أتمنى أن أنا ما اضطرش أتكلم بشكل عاطفي لإني حسس أنه معظم النقاش اللي حصل قبل كده في الحلقة غلبت عليه العاطفة وده مش تقليل ولا أي حاجة يعني للأطراف بس هي القصة فعلا قصة عاطفية نحن نتكلم عنها بلد مرت بتجربة عنيفة جدا جيل كامل كان عنده أحلام كبيرة جدا للتغيير أحلام حسنة النية تم التعامل معاها بقدر كبير جدا من التأمر وقدر كبير جدا من الكذب والخداع بيحاجة نحن شفناها وحضرناها بعنينا وشفنا إزاي ناس وعدت وعود وخلفت بيها وإزاي ناس قالت أن هي ما عندهاش أطمع في السلطة وبالرغم من ذلك كذبت على الناس واستغلتهم وتلعبت بيهم فهي قصة عاطفية للأسف وصعب جدا أن نروح يتعامل معها بالمنطقة ومهما كنا بنحاول محمد ماذا تريد أنت اليوم ماذا تريد اليوم أي مصر تريد أنت أنا أتمنى أن نحن يبقى عندنا القدر أن نسمع بعض كده نسمع بعض ونسمع الأراء المختلفة هي شبه هرائل سادة ضيوفك دول ونلاقي اتفاق أو يعني سيتاب كده زي ما بيقولوا أنه خلاص ده رأيك وده الطيار اللي أنت منحز إليه وده رأيه ده الطيار اللي أنا منحز إليه ويفصل ما بيننا وما بين بعض الشيء اللي إحنا طول الوقت بنبتازل الكلام عنه ألا وهو الدولة طول الوقت بنتكلم عن الدولة دي كأنها معبد كده كلنا بنسجد له بينما في الحياة الدولة دي مفروض أنها مجموعة من القوانين ومجموعة من الأجهزة اللي بتفصل ما بين الشعب وتفصل ما بين الناس رجل الأعمال والحكومة الحكومة والمواطن المواطن والمواطن بالآخر وهكذا طب محمد اليوم كان فيه احتجاجات بعشرين سبتمبر هل بتشوفها هي ثورة جديدة هل اليوم تكسر الخوف طبعا لسه بدري على أن نحن نحكم على هذا الحراك لأنه واضح حتى الآن أنه فيه حاجات كثيرة مصيرة للريبة ومصيرة للشك بخصوص هذا الحراك شيء عظيم طبعا في أنه نزلوا تاني للشارع شكرا 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 لكل ديوفي 56 الدقيقة وصلوا للختام شكرا لجميع الأراء المختلفة اللي كانت موجودة معنا الاختلاف هو بداية الحوار الحوار بدأ هنا في الستوديو ولكنه أكيد مستمر إلى اللقاء وشكرا أكيد للمتابعة شكرا شكرا للجميع شكرا لكم شكرا للمشاهدة